عندما نتكلم عن داعش هو أكيد داعش اليوم ليس كما كان سابقا نتكلم عن خلايا ومجموعات تعمل وفق الله مركزية الإدارية لا تحلم بدولة التمكين كما كانت سابقا هي لديها شحنات تأتيها من الخارج في كثير من الأحيان لإثبات الوجود وفرض الإرادة تنتهز الزمان والمكان وتقوم بالعمليات الاستباقية في بعض الأحيان قطاعات عسكرية في بعض الأحيان قرى مدنية لكن الذي يتكرر لدينا هو توغلها في مناطق هي ممسوكة أمنيا في كثير من الأحيان يعني عندما نتكلم عن خانبني سعد فهي قريبة من بغداد وهذه المناطق أكيد ممسوكة أمنيا لماذا هذا الترهل للقوات الماسكة للأرض في هذه المناطق لحد هذه اللحظة لم تنتهي حربنا مع داعش بعد 2017 انتهت المواجهة العسكرية مع داعش تحولت إلى مواجهة أمن واستخبارات في حربنا مع داعش وكان يجب أن تتغير الخطط من الخطط العسكرية التقليدية إلى خطط استخباراتية ليش تدك كله على ديانة وليش حضرت أقل الشحنات خارجية ليش مشحنات داخلية من داخل المحافظة يعني نحن نتكلم عن حركات وعمليات العصابات داعش يعني إذا ما أردنا نتكلم عن الشحنات الداخلية أي بما معناته أن داعش هو مرتبط بالجهات التي هي تتصارع فيما بينها وبالتالي تقوم هذه الجهات بالتحريك هذه العناصر يعني سوف ندخل في متاهات كبيرة وإذا ما تحقق هذا على أرض الواقع فأن العملية السياسية برمتها في العراق مهددة لأننا نتكلم عن أعتى تنظيم إرهابي تديره جهات سياسية